موسيقى نرحب يا ساد المشاهدين في هذه النافذة الخاصة والتي تأتي باتزامن مع الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو والشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية بلغاريا وأيضا نستضيف معنا في هذه المقابلة سعادة السيد راشد الخاطر سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا بداية سعادة السفير نشكرك على حسن الاستقبال هنا في مقر السفارة في صوفيا وأيضا نبدأ هذه المقابلة بسؤالك عن أهمية هذه الزيارة التي تحظى بكل تأكيد بأهمية بالغة في الأوساط سواء كانت أوساط سياسية وأيضا أوساط دبلوماسية أهمية هذه الزيارة من خلال توطيد وتعزيز العلاقات بين الجانب القطري وجمهورية بلغاريا تحظى زيارة سمو الأمير المفدى بترحيب واسع من قبل الجمهورية البلغارية تربط دولة قطر وجمهورية بلغاريا علاقات مميزة وخير دليل على ذلك المكالمات الهاتفية التي تمت بين رئيس الجمهورية وحضر الصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى أيضا كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء في الحكومة البلغارية ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر وأكد الجانب البلغاري دعمه وحرصه لدولة قطر في ظل الحصار الجائر أيضا الحكومة البلغارية تطالب بأن يكون هناك نقاش وحوار بين دول حصار ودولة قطر لحل جميع القضايا الشائكة مع هذه الدول للخروج بحلول ترضي جميع الأطراف سعدة السفير لكل زيارة لسمو الأمير المفدح حفظه الله بكل تأكيد لها أهداف أهداف هذه الزيارة وأيضا مدلول تاريخ هذه الزيارة الهدف الأساسي من زيارة حضرة صاحب السمو هي تعزيز العلاقات على كافة المستويات وفي سائر المجالات وتعتبر زيارة تاريخية تتزامن مع رئاسة الجمهورية البلغارية لمجلس الاتحاد الأوروبي أيضا تعتبر أول زيارة رسمية لزعيم عربي لجمهورية بلغارية منذ تولي الرئيس راديف رومان رئاسة الجمهورية البلغارية سعد السفير ما هي أهم مجالات التعاون بين دولة قطر وأيضا جمهورية بلغارية نحن حريصون على تعزيز التعاون والشراكة بين دولة قطر وجمهورية بلغارية في شتى المجالات المشتركة بين البلدين في السياسية والدفاع والتعليم والسياحة والاستثمار وتعتبر بلغارية منطقة جديدة للاستثمارات القطرية برأيكم ما سوف تخرج بهذه الزيارة سواء من لقاءات ثنائية من توقيع مذكرات تفاهم وأيضا اتفاقيات من المتوقع أن يلتقي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله مع الرئيس البلغاري أيضا سوف تكون هناك مقابلة مع رئيس الوزراء وسوف تكون هناك عدد من الاجتماعات بين المسؤولين من الجانب البلغاري والجانب القطري وسوف يكون هناك منتدى اقتصادي لرجال الأعمال القطريين مع نظرائهم البلغار ونحن نتوقع أن تثمر هذه الزيارة عن توطيد العلاقات الثنائية بين بلدين بما يخدم المصالح المشتركة للجانب القطري والجانب البلغاري وتحقيق نتائج ملموسة بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا ومن خلال زيارة السمو الأمير المفدى لجمهورية بلغاريا سوف يتم التوقيع على بعض الاتفاقيات بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا ما هو انطباعكم بصفة شخصية عن بلغاريا وأيضا عن الشعب البلغاري خاصة وأنكم قد توليتم رئاسة البعث الدبلوماسية القطرية منذ العام 2016 الشعب البلغاري شعب جدا محترم شعب لطيف شعب كريم ولديه القابلية لتقبل الشعوب بجميع شرائحهم الدينية أو العرقية في الختم لا يسعنا سوى أن نشكر سعادة السيد راشد الخاطر سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا وأيضا الشكر موصول لأسادة المشاهدين على طيب المتابعة وفي أمان الله